دائماً ببرنامج كهرمان فقراتنا منوعة فقرات صحية وأيضاً للديكور والأزياء والموضة واليوم بالتحديد فقراتنا راح تكون عن طاقة المكان أو ما يسمى بعلم الفونك شوي أكيد خصوص هذا الموضوع ضيفتنا المحبوبة بس ما تجادر أهلاً وسهلاً بيش بسماً يا هلا بيش حبيبتي يا هلا بيش أمينا بس ما أنت حضرتش اختصاصية علم طاقة المكان أي نعم علوم الميتافيزيخي الصيني أصلاً أنا مهندسة ديكور تصاميم داخلية وبعدين تحولت إلى علوم الميتافيزيخي الصينية أكيد بس مدام الفقرات ويش حلوة ومنوعة متابعاتنا العزيزات يحبوها فوري هذا اليوم آن ويش متابعاتنا العزيزات أكيد سنتكلم عن بما أننا نفصل الشتاء فأنا نتكلم عن طاقة الشتاء كل فصل معروف أنه إلى طاقة مثلاً طاقة الصيف طاقة الشتاء أكيد معروف أنه بها خمول أكثر صح فنحتي عن طاقة الشتاء شنو فوائدها وشنو بالعكس المضار مالدها وشنو نحول مثلاً الخمول أو إلى ما ذلك من الأشياء المو كلش محببة إلى أشياء إيجابية حاضر ببطن عيني أوكي مثل ما قلت يبان طاقة الشتاء هي طاقة ساكنة هادة ساعد على الاسترخاء والركود فلهذا شوفين إحنا فصل الشتاء أنعاني حتى نقوم من الفراش طبعاً هم الناس يتوقعون أنه هي دينيا برضو وهي صح تمام بس بالإضافة لهذا تأثير الطاقة علينا بالشتاء نشوف نفسنا أنه إحنا نريد نقعد بالبيت هواية يعني ما يعجبنا نطلع وطبعاً لكل شيء سلبي إلى إيجابي الإيجابية أنه هذا وقت مهم أو وقت مناسب أقدر أستغله أتقرب به نفسي أفتهم نفسي أكثر وأيضاً أتقرب به إلى أفراد عائلتي أسرتي نعم فمثل ما قلت لك إذا حتى ومثل ما قلت لك أنه هي فرصة مناسبة أنه نفتهم نفسنا صح نركز على نفسنا نقعد شوية وينفسنا نقعد ينفسنا فلهذا أنا دائماً أقول أنه في فصل الشتاء طبعاً هو يفضل السنة كلها لكن فصل الشتاء يفضل أنه ألقي لي مكان بالبيت فتغرفة هادئة ما بها آثاثة هواية والأهم من هذا ما بها فوضى لأنه نحن قلنا أنه الفوضى هو عدو الطاقة الأول أخذ هذا الغرفة وأقعد لغرض التأمل من أقول التأمل هنا نبان مو غرض أنه أنا أقعد وأسوي التأمل حتى أتجلأ الأهداف لا التأمل الأقصد به أنه أراجع نفسي ومن أقول أراجع نفسي مو ألوم نفسي بالعكس أفكر بالجانب الآخر أنه أنا شون أقدر أطور نفسي شون أقدر ممكن شغلة أريد أن أعلمها شون هي مثلاً أني مشكلة أحاول أحلها بطريقة ذكية وبدون تسرع ونفس الوقت أفكر بالنعم اللي الله سبحانه وتعالى طانيها وأمتن للنعم اللي الله انطانيها سبحانه وتعالى صحيح دائماً الإمتنان هو سر النجاح أكيد والسعي ودائماً واحد يحفز نفسه بالإمتنان بطبط ومثل ما قلت صح طاقة الشتاء تخلينا شوي كسولين أكثر وممكن أن نأكل أكثر صح فحلو مثل ما قلت أنه واحد ميت ذمر من هذا شيء بالأكس فترة أنه يستفاد من عنده يستفاد منها أكس الصيف لأنه الصيف في الناس كلها إجازات تطلع الجوحر تتسافر صح لا يوجد شيء أفضل من الآخر يستمتع طاقة كل فصل بالطبط طيب بس معها بالنسبة للطاقات بالنسبة لي مثلاً الأشياء اللي نغيرها في فصل الشتاء يعني أحنا دائماً في فصل الصيف مثل ما قلت شيء في فصل الشتاء شيء أكيد أكو أشياء تتغير داخل البيت يعني طاقة البيت نفسه وطاقة المكان نفسه فشنو تشرحيننا عنا شنو الأشياء الممكن تتغير أو نغيرها أوكي إحنا مثل ما قلنا إنه الطاقة حتى داخل البيت رح تكون ساكنة راكدة نعم فأهم خطوة إنه إحنا نحاول حتى لنعزز من الركود نفتح الشبابيك النوافذ باليوم ولو خمس دقائق عشر دقائق مطار خوى قوي بالعواصف والهايو أوكي مو مشكلة سماع بس جداً ضروري إنه نفتح الشبابيك لغرض التهوية حتى نحرك الطاقة الساكنة وشوف يبان حتى إذا تذكرين ببياتنا جداتنا الله يرحمهم كانوا دائماً يؤكدون على أهمية إنه نفتح الشباب هداك الوقت هما معرفون في الشيء اسمها طاقة لكن الغريزة مالتهم دي تقول لهم إنه هذا الطاقة الراكدة لازم تتحرك وإنه هذا الطاقة دي تأثر على أفراد الأسرة سلبياً فأهم أهم خطوة إنه نفتح الشبابيك يومياً ولمدة خمس أو عشر دقائق هاي أول خطوة الخطوة الثانية حتى نحرك الطاقة نحرك الطاقة أقدر أجيب نافورة مي أخليها بأي مكان بالبيت هذا الشيء سيقوم بحركة المي راح تحرك الطاقة الساكن هاي أول نقطة النقطة الثانية الصوت راح يسوفت حركة وحياة للبيت ما تحبين نافورة تزعجج أوكي صحن خضرة العفون فواكه طازجة أخليها على الطاولة هما عندما تحبين هذه الفواكه أو الأشياء نقدر نجيب إضافة إلى نباتات نعم أي نوع نباتات تخليها بالبيت كدام باب البيت عند باب المنزل هذه الأشياء تماماً يترمز للحياة أيضاً يتعزز من الطاقة داخل البيت هاي أول خطوة تريدين الخطوة الثانية؟ أكيد طاقة مثل ما قلت الزرع فعلاً يتطاقة حلوة للمكان يعني بكل الفصول فبالتحديد وفصل الشتاء يطينا حيوية بالضبط ويضي الطاقة حلوة وبان يعني أنا قبل شوهم سيئلوني قلوا هل أكون نبات معين أي نبات أي نبات تحبون تستخدموا يعني تحبوا استخدموا لأن مجرد أنا أحب هذا يرفع من طاقتين صحيح أكيد مستمرين سألتيني بس في تريدين أكيد أريد أيضاً همينبان نقدر نحرك الآثات من رح نحرك الآثات إحنا نجد نسوي يعني نفس الآثات اللي عندي بس أغير مواقعها عدنا أيضاً مثلاً نقدر نجيب أشياء إكسسوارات ما تكلف فلوسه هواية ولا تأخذ وقته هواية مثلاً أجيب كوشنز أدخل شموع اللون يفضل الأصفر يفضل البرتقال هذا تنطينا الدفع وتقلل أيضاً من الشعور بالكآبة أو الملل من الخطوات اللي أنا أتبعها وكلش أحسها مفيدة وتغير أنا بصراحة نفسيتي أنه أستخدم الزيوت العطرية أي زيت يعني هو طبعاً يفضل الخشب الأرز فأي زيت متوفر عندش بالبيت تقدم بخرين بالبيت مع حدا اللابندر الخزامي لأن هذا هو يساعد على النوم ويساعد على الاستخد بالضبط فهذه الخطوات البسيطة يعني أولاً خطوات جداً بسيطة صحيح بدأ أغير من ديكور البيت وبنفس الوقت بدأ أغير وفعل ونشط طاقة ودأ نشط طاقة البيت أيضاً أكيد وإحنا أصلاً بطبيعتنا من انتقال من فصل إلى آخر خصوصاً فصل الشتاء أرد نغير بالأثاث مثلاً نفرش الزوالي صحيح نضيف أشياء أكثر ندفي البيت فنقدر من خلال أيضاً إحنا ودأ نسوي التغيير الشتوي صحيح نغير بقطع الأثاث ونضيف هذه لمسات والأشياء الوسيطة التي تكلمت عنها حتى تحرك منطاقة المكان بطبط بطبط هذا الأشياء أولاً كدكور غلط ونطيج الشعور بالفوضى وهي أرد فوضى وبنفس الوقت ستعيق من انسيابيت دخول الطاقة إلى داخل البيت أكيد مثل الدول الضروري وجود المعاطف والأحذية كورميني نزعوها على مدسلج متعلقات أو وجود مكان مناسب أو مثل المغزن بسيط يكون من بينا ويواجه صح تمام طيب بسمة بما أننا نتكلم عن طاقة الفصول 2023 أكيد إن شاء الله تكون سنة خير وسلام على الجميع فهل الطاقة تتغير من سنة إلى أخرى وذائي تشرح لنا أكيد الطاقة تتغير من سنة إلى سنة نتيجة حركة الكواكب طبعاً الطاقة 2023 تبدأ فعلياً يوم 4-2 يعني نحن بعد ما بديننا بالطاقة الجديدة فتبدأ يوم 4-2 إن شاء الله بإذن الله الطاقة ستكون مختلفة من سنة إلى سنة طاقة هذه السنة تعتبر جداً مهمة طبعاً هو فالشيء جداً طوير فما راح أطول عليكم لأن هي آخر سنة في الحق الزبنية ثمانية حسب علوم الميتافيزيقي الصينية فلهذا هذه السنة تعتبر التغيرات السريعة والفرص الكثيرة أهم شي انتبهوا فرص كثيرة راح تيجي قدامنا فرص هواية فالشاطر يأخذ الفرصة ونصيحة بان حتى إذا متعرفين هاي إن شاء الله أخذها وبعدين أفكر وأمشي بالموضوع فأكيد الطاقة تتغير كل سنة تتغير كل شهر تتغير كل أسبوع وكل ساعة وكل عشرين سنة أكيد حلو واحدة دائماً الفرص ما تجي يستغلها بسمه يعني ما يضيع الفرص ويجرب إذا مشت الأمور مشت أتليس أنه هو جرب يعني بالضبط بالضبط يسوي اللي عليه طبعاً طبعاً الموضوع جداً حلو فأني من نتحدث عن طاقة المكان نقدر نعرف إحنا تقدرين تحسين أنت بطاقة المكان من تفوتين المكان معين وشون تقدرين تحسين طبعاً بان أنا هذا دائماً سؤال أنسي لأي بيت أروح يقول لها شون طاقة البيت لأ أنا ما راح أقدر أحس حالي من حالج إحنا كلتنا نحس بالمكان اللي ندخل به ليش لأن كل شي بالكون وحتى علوم الفيزياء كام أثبتت أن كل شي بالكوم إلى طاقة ويصدر دبدبات فأكيد من خلال هذا الطاقة راح أحس أنه هذا البيت طاقة حلوة أو ما حلوة حالياً من حالش بس مثلاً شون هو الطاقة الزينة بالبيت وشون هي الطاقة المو زينة بالبيت هاي إحنا ما نقدر نعرفها إلا من خلال دراسة معينة بس أكيد كل واحد من يخش يحس لأن مو بس بالبيت حتى الشخص القاعد يمج يعني ما منتبه مرات أنت تروحين مكان قاعد يمج الشخص وطلعين أنت متونسة وفرحانة بغض النظر عن الأحاديث بس معناه طاقة حلوة فصار تجانس بالطاقة ومرات الدخلين يعني تقعدين يمناس يكونوا كل اشتعبانين على عزيمة وعلى الأكل بس طلعين مخنوقة صحيح يجوز الشخص القاعد يمج فشي جداً طبيعي نحس الطاقة مكان يعني نكون شي بالكون إلى طاقة يصدر طيب بما أنه ذكرتي إذا نقوة أشخاص مثلاً طاقتهم مو حلوة أو ناس مثلاً نحن نقول يمتصون الطاقة مصاصين الطاقة شون نحمي نفسنا من هذول الأشخاص شون الخطوات اللي ممكن نحمي نفسنا لأنه أكيد موجودين بحياتنا دائماً لأنه ممكن لأن طاقتهم حلوة وإيجابية أكيد شون نصيحتك حبيبي طبعاً أهم نصيحة واللي هي كل الصعبة نحن نطبقها أنه أفوت منها أطلع منها بس هذا كل الصعب أنه نطبقها لكن دائماً بالعلوم الريكي وغير العلوم يقول لك أنه من شوفين أنه أنت ممرتاحة من الشخص تقعدين مثل معاني هسا قاعدة وتخلين إيدك بهذه الطريقة يقال أنه بهذه الطريقة أنت قاعدة بإثمان عين الطاقة التي جاءت لك نعم دائماً تخلين حدود هذه الطريقة هو لغة الجسد بإثمان عين أو حدود أنه بينك وبين الشخص يقول لك هذا تمنع الطاقة حسب علوم الأخرى أكيد طبعاً وأكيد بنا مثل ما قلت أنه لا يتأثر كلش بكلام الشخص خصوصاً إذا كان سلبي ويخلي حدود حتى لا يتأثر بطاقته وأكيد بخدام فقراتنا الجميلة لليوم بسمنا جداً شاكين وجودة ويانا جداً سهلاً حبيبتي ومليتي طاقة الستوديو كلها طاقة إيجابية طاقة وجودكم وإنتو كلكم أمي إن شاء الله دائماً أنه لقاءات مقبلة بمواضيع مختلفة أكيد تفيد متابعاتنا العزيزات إن شاء الله حبيتم موضوع لليوم إن أبتقيكم بكل ما هو جديد أكيد في الفقرات المقبلة شكراً جزيلاً بسمنا يا أهلاً وسهلاً حبيبتي ومليتي اشتركوا في القناة